اشتركوا في القناة المحافظة أن ما تحظى به مملكة البحرين من اهتمام رائد في المجال البيئي والمستدام يأتي ضمن التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم صاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله مشيدا بحرص واهتمام صاحبة السمو الملكي قرينة الملك المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في دعم ورعاية مختلف المبادرات البيئية والزراعية ودور سموها البارز في استدامة المشاريع المتميزة التي تسهم في زيادة وتوسعة الرقعة الخضراء وأكد سمو المحافظ حرص المحافظة على تنظيم وإقامة مختلف المبادرات البيئية بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم أطر الشراكة المجتمعية ويرفد أهداف المحافظة ورسائلها لخدمة المجتمع من أجل ترسيخ قيم المجتمعية وغرس المفاهيم البيئية والمستدامة لدى المواطنين وأشار إلى أن الفعالية تتأتي في إطار جهود المحافظة في تعزيز الحفاظ على البيئة الخضراء واستدامتها وفق مبادرات رائدة بالتعاون مع مختلف القطاعات في المحافظة مشيدا بمستوى تنظيم الفعالية والحث على رفع مستوى الوعي البيئي وإشراك أفراد المجتمع في توفير بيئة صحية للجميع فعالية جميلة جدا تقام في قرية تراثية في مملكة البحرين الهدف منها هو نشر الوعي حول الثقافة الزراعية ونحبب الناس في الزراعة وأنهم يستفيدون من الخدمات الموجودة في مملكة البحرين وكذلك هناك أقسام كثيرة من وزارة الداخلية اللي بذلت جهد طيب جدا سواء في الزراعة أو في الأعمال اليدوية معروضة هنا وحلو أن الواحد يطلع عليها مهم بالنسبة للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أن تكثرها النوع من الفعاليات على أساس أنه انثقف الجمهور بأهمية الزراعة والقدر الكبير اللي ممكن أنه يتغير من جودة حياتهم بس بإضافة المزرعات إلى بيوتهم أو المواقع اللي هم يعيشون فيها سواء داخل البيت أو خارج البيت شفنا يعني صراحة الشراكة المجتمعية بحد ذاتها أن كل شارك في هذه المنظومة الجميلة الزراعية اللي بتقوم إن شاء الله على ضوءها كذلك أكثر من فعالية من وزارة الداخلية في مشاركاتها وياهم إن شاء الله يهدف هذا المشروع إلى التشجيع على الزراعة وحماية البيئة وإبراز المنتجات الزراعية البحرينية ونتمنى أن المشروع ينال إعجاب الجمهور بالإضافة لوجود مسابقات ترفيهية وجوائز وتوزيع شتلات للجمهور نشكر وزارة الداخلية على تنظيمهم الجميل وكدورهم وتعليم الأطفال وتنمية الأطفال بالحب للزراعة أنا دوري بيكون هناك ناشط زراعي تعليم الأطفال على الزراعة حبتهم الزراعة ونوزع لهم شتلات الزراعية مجانا